قام العقيد عمر بن دغار رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدرية حجر بحضر موته بزيارة تفقدية لمنطقة جزول تفقد فيها الأضرار التي أصابت قناة الحمارية المائية جراءه طول المطر وتدفق السيول على منطقة جزول يوم الاثنين الماضي وأدت إلى جرف التربة وتعطيل دعامات مدخل القناة المائية وخلال لقائه بالمزارعين أكد بن دغار أن المجلس الانتقالي لاهتماما كبيرا بالزراعة والمزارعين منويها كذلك لأن قيادة المجلس بالمحافظة تعمل جاهدة على رعاية المزارعين وتقديم كل الدعم لهم وخاصة مدرية حجر التي تشتهر بزراعة النخل وإنتاج التمور